أعزائي المشاهدين أعزيزات المشاهدة السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامجكم ميكرو طانجاوي الحلقة دينا اليوم هي حلقة خاصة الحلقة دينا اليوم هي عبارة على رسائل تضامنية مسكان مدينة طانجا للشعب الفلسطين خليكم معكم شبار فتح الورقة ما هي الفلوسفية؟ بسم الله نحن معها دينا سادو صحيحنا دينا سادو وهذه عملنا في فيسبوك ديالي الشعار ديالي وهذا الرجال يا كخي؟ الرجال الساحب يربيعاتهم قوة ما هي الرأي ديالي في شعب الفلسطين؟ ما سنقول لك أخي والله معهم وصافر الله ياخد الحق ما سنقول لك أخي والله ما سنقول لك أخي والله ما عادنا ما نعملوا ولكني كان عاونوهم بالدعاء بالدعاء قدر يفتحوا النابيبال ولا سنطلعوا نزادوا بحق ما عادنا نزاد كنصليوا وندعوا معهم بيبال فلسطين ودايما مع فلسطين وإسرائيل دوك عاوز ما كران ناشي تتعال فيهم شي قامبولة ولا تتعال فيهم العافية الرسالة للشعب فلسطيني اللي يكون من حالهم والله يسجعهم والله يوفقهم والله يفاجع عليهم والله يكون معهم الخاوي السلام عليكم عمو يلي عن تك وحل ورقة عتشوشني فيها وصعديني الرأي ديالي الرأي ديالي يبقى ديالي وانا فابور هاد بنديرها انا فابور هاد مسلمين هاد ليهود كي تعدى عليهم ايهود كي تشف دك شي هذا كي تطير انا كنت اترى بديالي كانت اتروا قلب ديالي بقيفك من داخل لا تدوك خسرنا على الصحبي، لا تدوك مسيبين أولا ها؟ الله الرسول سنو قال وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَتَعَارَفُوا وهدو أصحبي، والله يحفوذوكاً حق الله العادي اللي كانت منه أنا هو الله ينصروا المسلمين الله يعطين أعداء دياننا اللي يعطيهم الدامرة وليدي هاتش اللي أنقول لهم الرسالة ذلك الشعب في فلسطيني والرسالة للسعاد فلسطيني جاهدوا وبقوا مصمين هيدك تنوذو كاملين القاضية التي خذلها العرب والتي أصبح في الواقع ديان ما يسمى بالتطبيع لأننا لا يمكن لا يمكن بتاتاً أن نرضى كشعب مغربي بتطبيع لماذا؟ لأن ليس هناك دولة تسمى بإسرائيل لما منذ 1948 تم تهجر مجموعة من الناس من أوروبا ومن العالم إلى فلسطين إذلك نحن نندد ننندد بالتطبيع الذي أحدثته مجموعة من الدول العربية ولهذا نقول لا وجودة لدولة إسرائيل بل فقط عندنا فلسطين أراضي 48 كما أدعو من هذا المنبر جميع الحكام العرب وجميع الناس ليلتفوا حول هذه القضية نحن كمجتمع ويجوى أن نعرف بالقضية أن نعرف بها لجميع الناس كل من حسب موقعها كل من حسب موقعها كل من حسب موقعها القدس كما أقول لهم لأن العمراء يمكن أن تعمل في مكة المكرمة أو يمكن أن تكون في القدس لأننا كمسلمين هذا الموقع بالنسبة لنا مهم جدا ويجب أن ندفع القضية الفلسطينية ونتمنى لهم النصر إن شاء الله نتمنى لهم التوفق إن شاء الله مزيدا من الصمود مزيدا من النضال إن شاء الله ونتمنى النصر إن شاء الله طبعاً شعور أي مسلم رأيك يؤلم ذكر لك من درسي خصوصاً أنه يدرى في الأطفال في النساء في الشويوخ في الإخوان دينا المسلمين نرى كيف ما نعرفه إحنا أنه لا يريدنا أي شيء جهد يعني لا يريدنا إلا الدعاء الله عز وجل أنه يبدلت ساعة أخرى ونتمنى الله عز وجل له من النصر في القريب العاجل إن شاء الله قد رأيت فدي استماحة كيف سعني لك فلسطين؟ أنا أخوة لأنني أحد العجب أخوة لماذا تشعر أن ترى هذه الرأيات؟ أخوة ما أقول لك لا 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 ماذا تشعر بالفلسطيني؟ ما أقول لك الخاوة؟ أحرقنا القلب دينا لأنني أحرقك ما أقول؟ ما أقول؟ ما هي الرسالة للشعب الفلسطيني؟ الشعب الفلسطيني ينصاركم والله يقاتل معكم وربي معكم وحسن هنا يكون وصلنا نهاية الحلقة دعونا تتوما الرسائل لكم الشعب الفلسطيني في التعاليق كان معكم أيو جباري نتلقى في فيديو جديد وموضوع جديد إن شاء الله السلام عليكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد